يا جماعة الدولة هتلغي المحافظة لا ده غد دي كمان هتلغي المحافظة الالكترونية غير موضوع جنون البقر ده كلمنا فيه هتلغي المحافظة الالكترونية بتاعة شركات المحمول ليه؟ هنلغيها ليه؟ يعني يقولي سبب واحد عشان موضوع هوجبول موضوع هوجبول المنصة تقفلت بنشوف المعاملات اللي تمت على هدي المنصة أو إلى آخره تم التدقيق فيها نشوف هنقدر نعمل إيه إلى آخره وبالمناسبة ده مش خطأ من الدولة في شيء بني آدم قرر أنه يطلع بره الجهاز المصرفي ويطلع بره أي شكل من أشكال الاستثمارات المشروعة في البلاد علشان يحقق ربح سريعة وبالرغم من ذلك الدولة قاعدة عمالة بتشتغل على قدم وساق علشان تقدر قدر الاستطاعة تجيب للناس دي فلوسها لكن طلعت الإشاعة المركز الإعلامي مشكوراً كمجارة العادة مش بس بينفي لكن بيرجع فوراً للجهاز القومي لتنظيم للتصلات وقلهم يا جماعة إيه اللي حصل في الجهاز القومي لتنظيم للتصلات قالوا ما حصلش أي شيء كل ما تم تدوله عن طريق بقى رسائل صوتية الحاوة يا جماعة تم إلغاء المحافظة الإلكترونية رسائل عادية واتساب حاجات بتجيلك مش عارف على فيسبوك إلخ 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 لا صحة له على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد بيأكد الجهاز وبيقول يا جماعة خدمة المحافظة الإلكترونية زي ما هي بتشتغل بشكل طبيعي ومنتظم ولا توجد أي عوائق لأي شركة من شركات الاتصالات في هذا الشأن بل بالعكس جاهز بيقولك المحافظة الإلكترونية شيء مهم جدا وبنشتغل عليه ده شيء بيساعدنا في دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي التحول ناحية المجتمع الرقمي رقمانة كل شيء والحفاظ على سرية وخصوصية البيانات والحسابات ده بمنتهى البسط طيب خلوني هنا أخذ معنا على التليفون سات النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أهلا بك سات النائب يوسف بيه مساء الخير إزاي الحياة المساء الفل الحمد لله تمام غير إنها شائعة هيجي السؤال إيه المستجدات في هذه القضية نعرف إن الشائعة دي تم إطلاقها على خلفية موضوع هوكبول وما إلى ذلك طيب خليه بس أخذ من كلام حضرتك المهم اللي أنت وضحته للمشاهدين بشكل بسيط جدا وإن تطبيق هوكبول أو هذه التطبيقات المختلفة اللي بيتم التعاملات فيها أو التجارة في العملات الرقمية المشفرة ده مخالف لقانون البنك المركزي يعني التداول أو التعاملات أو التجارة في العملات الرقمية ده طبعا هي القصة دي دلوقتي وحد يقدر يعرف الفلوس اللي بتتحصل أولاين قد إيه ما فيش منظومة ده ما فيش كل هذه التطبيقات مخالفة وعاوزة ديف حاجة مهمة جدا أي تطبيق مش شرط بس تطبيق بول أي تطبيق يجب أن يحصل على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القاوم لتنظيم الصلاة صحيح بعض الطبيقات أو معظم الطبيقات المخالفة للأسف الناس بتمشوا وراء ده جزء الجزء التاني ما تم تداوله طبعا مؤخرا بصدور دي ضمن الشائعات والأكاذيب والإفتراءات وتصدير حالة من الإحباط لده الناس في الشارع ده طبعا بعد موضوع هجبول وكانت الرسائل بشكل كبير جدا وكانت منظمة بل وبالعكس عمله وإحنا من خلال الباحثين عندنا في لجنة الانصالات أنا بتابع يوميا عن فكرة وبيتم التنسيك مع مركز معلومات مجلس الوزراء أنا بحيي على مباشرة البلأتي وبعض القطعات التنفيذية الأخرى اللي بترد على هذه الشائعات في التو والأحضر والأكاذيب والإفتراءات طبعا هم انتهزوا هذه الفرصة وعملوا اللي احنا رصدنا بقى إن هم كانوا بيعملوا كمان إعلانات موولة بعشرات الألاف من الدولارات عشان توصل لده ويوقف المحافظ اللي بتاجي الدعم كبير جدا وأنا رئيس صلاة البرمان بأكد ده وبشوفه وشاهد عين عليه بشكل كبير جدا إن المحافظة الإلكترونية بتاجي الدعم كبير جدا من الدولة ومنظومة التحول ورقم وأنا ذكرت هذا الكلام وبأكده تاني يوسف بيه شوف حدك عدد من الدول اللي وقفت بعض التطاقات بتاعتها خلال فترات اللي فاتت منها تطبيقتك تقوه غيره من التطبيقات الأخرى مش عاوز أسكر أسباب من النهاردة الدولة المصرية النهاردة بالعكس احنا بندعم ده بندعم منظومة التحول ورقم بشكل كبير جدا بنعمل تشكعات لده ولكن أنا عاوز أقول دمن الرزو ده كلام هقوله الأول مرة في منظر حلقة المشترك احنا من عام 2018 واحنا النهاردة في عام 23 عام 2018 أنا كنت وقتها في اتصالات البرلمان برضو كنا عملنا رازة الكمية شائعة رصدنا 53 ألف شائعة ويمكن كل وسائل العلامة المختلفة خادت هذا البيام مننا النهاردة أنا بأكد لحظاتك ويمكن أن نوعا لده في بيان رأس إن شاء الله في اجتماع اللجنة اللي جاي مصر تشهد تاني مرحلة من الشائعات والأكاذيب والإفتراءات وتصدير حالة من اللحظات في ده الناس في الشارع من عام 2018 يعني احنا وصلنا للعدد ده النهاردة لكن احنا نختلف بعد 2018 في إيه للأمانة عشان أكون صادق الرد على هذه الشائعات في التو والنحظة النهاردة كل القطاعات التنفيذية بترد عشان كده بعد ما تم الرد بقى هرجع تاني الموضوع اللي حضراتك تحدث فيه وهو وقف خدمة أو شائعة وقف خدمة المحافظة الإلكترونية الخاصة بشركات خدمات الاتصالات من عرض الكاز قوم التنظيم للتلات عمل بيان راسني وقال يا جماعة احنا لم يتم تماما واقف المحافظة الإلكترونية ونافق هذه الأنباء وقال اللي عنده مشكلة يتصل بنا على الرقم بتاعنا 155 الرد على هذه الشائعات لم يحدث أي تأثير على الأماناتها لما انتشرت هذه الشائعات وكانت في رسائل سواء بويس أو غيره لا على طول خلال ساعات خلال ساعات كان الرد على الشائعات والناس كلها عارفين حلو فده يعكس فاعلية في الرد على الشائعة وضربها في مقتل زي ما بتقال طب هنا ست النائب أنا هفكر معاك بصوت عالي لما هذا العدد المهول من المستخدمين لهذه الخدمات في مصر يصل لهم نفس ذات الرسالة الصوتية أو النصية مش ده معناه إنه المسألة معمولة بشكل منظم جدا وفيه استهداف واضح لهذه الخدمة وإنه هم مش عاوزنا نستخدم هذه الخدمات الجديدة حتى تضرب رقمنة المدفوعات في مصر في واحدة من أهم روافدها ولا أنا كده قاعد عمال بتخيل نظريات كلام حدق صح 100% هو عاوز كده خد بالحدق إحما يعني ما شاء الله يعني بشكل كبير بما تطور تكنولوجيا يوم عن يوم خدمات زيادة بشكل كبير جدا النهاردة العدد الكبير ما شاء الله لحضرتك بتشوفه مشترك عدد المشتركين في المحافظة الإلكترونية عدد مهول يمكن يتعدى الـ 40 مليون يتعدى الـ 40 مليون مشترك ما شاء الله وده بيشجع على الاستثمارات في سماعة تكنولوجيا المعلومات ده بجانب أنا بأكد حاجة تانية احنا عملنا قانون حماية البيانات الشخصية الحقيقة أنا مش ببالغ والله لما بقولك اللي ده من أنجح القوانين اللي اتعملت وشاهدت لقيمنا لما جينا نعمل القانون ده برضا صلوهم ما دخلوا في قصة سرية الناس وخصوصية البيانات ولحسب اللي احنا قانون حماية البيانات الشخصية هذا القانون بيحافظ على سرية وخصوصية البيانات والحسابات الخاصة في المواطنين بشكل كبير جدا وهذا القانون اللي تم تطبيقه ويتنفس دلوقتي من القوانين اللي شجعت في دخل الاستثمارات بشكل كبير جدا 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 صحيح صحيح لسا الصينيين كانوا بيتكلموا النهاردة في ده مع فخامة الرئيس انه البنية التحتية المصرية ومن ضمنها بنية الاتصالات والمعلومات شهدت تطور كبير جدا ده اللي شجع الصينيين على ان هم ييجوا وعاوزين يبنوا المزيد من الاستثمارات والشراكات مع مصر يعني على كل هتفضل الشائعات مستمرة ورهن الرئيسي هو على سرعة الرد وعلى وعي المجتمع واللي اظن واصبح فيه عنده قدر وافر جدا من الوعي انا بشكرك جدا سادت النائب نورتنا وشرفتنا كل الشكر سادت النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النوم ده اللي كنت بقوله لك